لنا هذا الكنز في أوان خزافية ليكون فضل القوة لله مكتئبين في كل شيء لا 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 خبيها الآية دي بلاش فضائح يعني عايز تقولي أن بوليس كان بيكتئب يا راجل مايصحش الكلام ده دي زي بمؤمن ويكتئب طب أترجمها لك ترجمة أخف شوية لو مزعلك يعني مكتئب دي راف أي ترجمة إنجليزية الكلمة ترجمتها العربية من الإنجليزية للعربية مضغوط بطريقة لا تحتمل سوبر بريشرت يعني مضغوط على الآخر ما أقول؟ ومنور ومجد أنا فاهم أنك تبقى مؤمن يعني تبقى طاهر مضغوط لك مضغوط مضغوط قوي لا كمان اسمع مش بس مضغوط ومحتار يا راجل سيب الحيرة لحد ثاني حد غيرك إحنا مثلا نحن أنت محتار هو المتحيرين مرتبط مرتبط مش فاق مش عارف إلي تعمل متهضين مطروحين بس بص الجمال بص الجمال والروعة هنا أرجوك خلي بالك معي خلطة غريبة حدست في كينونة هذا الرجل وفي كينونة كل مؤمن روحي أنه الكنز موجود في أواني خزافية الإناء الخزافي لسه زي ما هو الكنز لسه زي ما هو بكل جماله وبكل مجده لا خزافية الإناء ضيعت مجد الكنز ولا مجد الكنز لغى خزافية الإناء بس رح عمل لنا خلطة عجيبة طلعت حاجة ثالثة إيه الحاجة اللي طلعتها طلعت لو خزف بس من غير الكنز لما الشخص يضغط بتضيق في وشه وتقفل فيبع لما بيتضغط قوي تضيق في وشه ويصل إلى حالة من يعني الفشل بس هو بيقول مكتئبين في كل شيء لكن غيره متضايق اهو دا ما حصلش وما يفهمش طبيب نفسي يفسره وما ينفعش مع الخزف بس الخزف لو تضغط من كل وجه وتضغط من كل حتة لازم هيوصل للفشل هتحط حقيقة هي في الإنجليزي ممكن تترجم تضغط من كل نحق أو كرشت بالزبط كرشت إنسحق فأنا مضغوط لكن غير منسحق ليه لأن فيه جوه كنز فيه كنز فيه مجد بالحالة دي تخلي واحد شكله ايه بصراحة بيبقى شكله جميل بصراحة بيبقى فعلا أعجوبة يعني يبقى مضغوط قوي 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 بس مش منسحوق فيه طيار تعزيه عجيب من جوه فيه حاجة غريبة من جوه فيه حاجة معلقاب الله ما خليه مش قاطع للرجاء مكتئبين لكن غيره متضايقين متحيرين لكن غيره يعني ما بتضلمش أوصلش للدسبير لليأس لا محتار بس عارف إن الصبحة هيطلع وإن الليل هيعدي وإنه فيه قيامة وفيه قبرها يفضى وفيه ليل هينتهي وفيه دموع ستكفكف وفيه فرحة هتيجي أكيد أكيد لأن يسوع قد قام لا أنا محتار لكن مش يائس ترجمة نانسي قنقر